بسم الله نبدأ. وعلى طاعته نجتمع. ابنائي طلاب الصف الاول السنوي. نلتقي في حصة جديدة من المعشوع الفيزياء. وباذن الله هنحاول مع بعض يكون حصة مفيدة للدرس جديد. نخلص مع بعض اكبر كم من النهاردة. ان شاء الله الخمسة اللي جاي يكون منهج اربعة كمان خلصان. ونحل عليه كمان اسئيل بنك المعرفة. النهاردة هنتكلم عن الجاذبية الكونية وقانون الجاذب العلم. درس التاني ما بعد الحركة المدارية. احنا اخذنا الحركة المدارية. علينا اسئيل بنك المعرفة عليها. وعلينا بعض النماذج وان شاء الله النماذج الاسترشادية يا اخوانا. النماذج الاسترشادي اللي نزل من المزارة بازن الله. هنحل له مع بعض. هنحل له مع بعض خلال الحصة الحصة اللي جاية او الحصة اللي بعدها بكثير ان شاء الله. نكون بس خلصنا شرح بقى الجزء الفضل. النهاردة هنعرف او هنتكلم عن قانون الجاذب العلم. مين قانون الجاذب العلم? تفاكرين تفاحة نيوتن? سمعنا عنها? في ناس بتقول لي ايه تفاحة نيوتن دي? معنا عرفش عنها حاجة ايه. الموضوع ببساطة كده ان عمه نيوتن كان تحت شجر التفاحة. وكان معي ابن غالي كده بيقول لي اه لو كانت التفاحة دي بطيخة وربنا كلم وكده وسقطت على رأسه وما كانش دمك كلام ده. لكن فيها يبقى فيه غيره ما تقلقش. في زي ما بتخلاصش. نيوتن هو تحت شجر التفاح سقطت عليه تفاحة ففكر ليه بتقع يمة الارض اللي مش لفوق. بدأ يدرس لنا قوانين الجاذبية. وللعلم يا شباب. دينا الفخر كعرب يا مسلمين يا مصريين. ان معظم القوانين دي صدرة من عندنا قبلهم. قد يكون هم اظهروها او نظموها. اجدادنا كانوا افضل منا ولا ايه? لا احنا عايزين نبقى امتداد ليهم. تعال نشوف قانون الجاذب العام بيقول ايه? قانون الجاذب العام اللي هو اف بتساوي الجي في الام في الام على ار تربيع. ده يطلع ايه مصر? تعال. وطبعا هنستنتجه مع بعض ان شاء الله في اللي جاي. بس انا عايزك تعرف القانون اجمالي كده عشان تعرف انت هتحل ايه? وطبعا ولادي المحترمين اللي شافوا الوردشيت شافوا الورقة الصغيرة. اللي هي فيها ملاقص لمفاهيم اتخضوا. مستر ايه ده? ده احنا كنا عايزين كل القوانين وكل. لأ. حضرتك زاكر بقى. طيب تعال نبص كده الاف بتساوي الجي في الام في الام على الار تربيع. نترجمها. مين الجي? الجي اسمه ثابت الجاذب العام. وده مقدار ثابت. قيمته المحسوبة من قبل انه يتد. ستة سبعة ستين مية في عشرة السليب حداشر. هنتعرف عليه وهنتعرف عليه بالتفصيل ان شاء الله. ام ام دول كتلتين. طيب ليه ما عملتهاش ام واحد وام اتنين? هرد على حضرتك. لان غالبا في قانون الجاذب العام يتعامل مع الجاذبية الكونية. وبالتالي. فيه كتلة كبيرة وكتلة صغيرة. كتلة اكثر تأثيرا من الاخرى. عشان كده. ام في ام. اتعاملنا مع ام كابتال ام السمول على السن يبقى فيه كوكب وجسمه على الكوكب. او مسلا فيه كوكب وامر. او مسلا فيه نجم وكواكب تابعة. طب مين الار تربيع اللي هي المسافة بين مركزي الجسمين? طب مش استخدمتها دي ليه? والله يا ابنين. انا في بعض القوانين دلوقتي كتبها لك دي. ليه? مسلا مش هتفرق. بس هو. تم التعارف على ان دايما المسافة الى المركز. اه دايما بتكون مقدار اللي هو نصف القطر. وبالتالي انا عندي هنا نصفة قطرين ومسافة بين الجسمين. فوالله تاخد دي كمسافة تاخد. آآ آآ على اساس انها مسافة بين المراكز. المهم ان حضرتك تطلع علينا النتيج صح. يبقى قانون الجذب العام بقى النص بتاعه هيقول ايه? نص قانون الجذب العام اللي هيقول لي ان كل جسمين مديين توجد بينهما قوة جذب اللي هي الف. تتناسب طرديا ما حاصل ضرب بكتلة تتيمة. بتتناسب الف بتتناسب مع الام في الام. وعكسيا مع مربع المسافة بينهما اللي هي بين مركزين الجسمين. طيب. مستر. حضرتك اكلمتنا دلوقتي عن قانون الجذب العام. اللي هو اتوصله مين يا شباب? نيوتن. وبالتالي بيكتب رياضيا على الصورة اللي هي انا كتبت الصيغة الرياضية قبل ما اقول الصيغة اللغزية. لان انا لو عرفت الصيغة الرياضية هل تقع. وفعلا اللي جاي لك. ورية المفاهيم. ورية القوانين. اللي جاي فيها مجموعة من القوانين. يبقى حضرتك لو ما بتعرفش تستنتج. العلاقة من داخل القانون مش هتعرف تحيل. طيب نكمل. مين الاف? قوة التجاذب بين جسمين. اما كابتال كتلة الجسم الاول. اللي هو غالبا بيكون الاكبر كتلة الكوكب. اما كتلة الجسم التاني. و المسافة بين مركزي الجسمين. اما الجي فهي مقدار ثابت اللي هو بنسميه ثابت الجذب العام. يبقى. طيب بتثابت الجذب العام. اه. واحنا بنتكلم قبل كده. حد كان بيقول لي مين الكي ام اس. اللي هو النظام الدولي للقياس. اه مش جاوز. مش اه النظام البريطاني. لكن احنا بنتعامل مع النظام الدولي لوحدات القياس. طبعا قيمة قيمة ت Busan الجذب العام اللي هو ستة سبعة ستين مية في عشر والسالب حداشر. وحدة قياسه نيوتن في المتر تربية على الكيلو جرام تربية. اللي هي كيلو جرام وسالب اتنين متر وسثلاتة ثانية وسالب اتنين. اه اعجب كيلو جرام سالب واحد متر وسثلاتة سانية وسالب اتنين. وديها البقى استنتجها لك بعد كده ان شاء الله كيلو جرام تاني تاني تاني. الوحدة التانية المقابلة لها. كيلو جرام والسالب واحد. متر والسالاتة. ثانية والسالب اتنين. جبتها زي يا مصدر? هاستنتجها بعد كده. تاني. عشان وحدات قياسة بتجاز بالعيم. اثنيات متر تربية على الكيلو جرام تربية. ليه وحدة بالجول? ولكن احنا عندنا الجول في شهر خمسة ان شاء الله يبقى مش هنتكلم عنها. لكن ليه وحدة? بوحدات القياس الاساسية. اللي هي نبقى. لو استنتجناها. لو عوضنا عن النيوتن. اللي هي ام ال. تي والسالب اتنين. هتدي معاك كيلو جرام سالب واحد. متر والسالاتة. ايوة ثانية والسالب اتنين. تاني اتبه. كيلو جرام سالب واحد ثانية والسالب اتنين. طيب نطلع بقى من قانون الجذب العام ونستنتجه كده مع بعض جزي. بوصح بي. ادي الجسم الاول ودي الجسم التاني. مثل انت كاتب ام واحد ام اتنين. تمام? وانا ما اعتردش ان انا كاتب ام واحد ام اتنين. من قلتلك هم جسمين. كتبتها ام واحد ام اتنين براحتك. كتبتها ام ام. بالصورة الكابيتال والوصورة براحتك. انا في النهاية خالص انا اللي هميني ايه? ها? ان انت تعرف ان هما جسمين. بينهما قوة جذب. قوة الجذب دي. الجسم الاول يجذب التاني والتاني بشد الاول. تاني يا شباب. الجسمين دول بينهم مسافة ار. بين مركزة يهمة. وبينهما قوة جذب. كل جسم منهما يجذب الاخر. بكتلته وبالمسافة بينهما. تتناسب مع الكتلة. وعكسيا مع المسافة. طيب. الاول بيشد التاني بام على ار. ام واحد على ار. والتاني هيشد الاول بقوة تتناسب مع ام اتنين على ار. طيب لما يكون القوة المتبادلة ام واحد على ار. مضروف ام اتنين على ار. طيب ام واحد ام اتنين على ار تربيع. تاني تاني تاني. يلا الاول هيجذب الثاني. بقوة اف. تتناسب مع ام واحد على الار. ترضي مع الكتلة. عكسي مع المسافة. التاني هيجذب الاول بقوة تتناسب مع ام اتنين على الار. ازا التناسب لو جمعته هتبقى ام واحد في ام اتنين على ار في ار اللي هي ار تربيع. ازا هنا اف بتتناسب مع ام واحد ام اتنين. واف قاسب انها طلقت العلامة العلامة ما نهاية هي تغيير خطرس. اف بتتناسب عكسيا مع الار تربيع. ازا اف هتتناسب مع ام واحد ام اتنين على الار تربيع. ازا نياسات زي المحترمين الاف هتساوي مقدر ثابت الهوة الجي. ما هو ده معنى كلمة علامة التناسب. ان ما قبلها يساوي مقدر ثابت فيما بعدها. مقدر ثابت الهوة الجي مضروف في ام واحد ام اتنين على الار اي تربيع. يبقى ولادي المحترمين. تاني. طانون الجزب العام لنيوتن. اللي بيقول كل جسمين توجد بينهما قوة تجازب. كل جسمين توجد بينهما قوة تجازب. تتناسب طرديا ما هنصل ضرب الكتلتين الجسمين. مصدر هو انا هكتب ام واحد ام اتنين ولا ام كابتال ام سمول يا راجل. يا راجل يا محترم. بلاش تقفلت المخ الصغيرة. شوف اكتبها ام اي و ام بي. اكتبها ام ارض و ام شمس. المهم يا محترم اني في النهاية خالص انا عندي كتلتين. وعندي ار. طب مش ممكن اكتبها دي او والله. انا كتبها لك في بعض القوانين والمسائل دي لوقتي دي. ليه كده? عشان تتعود اني ميدحكش علي. انا عارف القانون. مصدره بقى او الكتاب اللي كاتبه رمز للمسافة بايه هو حر? رمز للكتلة بايه هو حر? المهم ان القانون بتاع يكون سليم. ازن. قوة تجازب بين جسمين? تتناسب طرديا ما هاصل ضرب كتلتين الجسمين. ده قانون الجسم العام. ده نصه. وعكسيا مع مربع المسافة بينهما. ازن قوة تجازب بين جسمين. ده قانون الجسم بالعام اهو? بيقول لي هتساوي مقدار ثابت مضروبا في مقدار الثابت ده اللي هو ثابت الجسم العام. مضروبا في ام واحد في ام اتنين على الارتر بي. تمام كده? طيب معه اللي دي المحترمين. نشوف شوية حاجات صغيرة كده عن قانون الجسم العام. اولا. ثابت التناسب بينه اللي هو الجي اسمه زي ما قلنا ثابت الجسم العام اللي هو بيساوي ستة سبعة ستين مية في عشرة ستر بي حد عشر. ثابت الجسم العام لو انا عايزة احسيبه. اجيبه فيه طرف لوحده. استنى كده معلش. مستنى انت اجبت العلاقة دي مني. مصر حبيبي. باختصار. اف بتساوي الجي في الام واحد ام اتنين على الارتر بيه او ام كابتا الام سمول على الارتر بيه. تمام? انا عايزة جي في طرف لوحده اضرب في المعكوس الضربي طريقة كده رياضية بسيطة هي. انت عندك ام واحد ام اتنين على الارتر بيه يبقى اضرب في ار تر بيه على ام واحد ام اتنين. ضربتهم في الطرف تاني 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 تاني. ارجع اس للقانون البدائي كده هابص. اف بتساوي الجي في الام واحد ام اتنين على الارتر بيه. انا لو ضربت في المعكوس الضربي للقيمة دي اللي هي R تربيع على M في M. هتبقى هنا R تربيع في ال F على M في M. طب لما تتضرب هنا هيروحوا كلهم مع بعض. اذا هتبقى العلاقة هي عبارة عن ايه? اللي هي G في ال G هتساوي F في ال R تربيع على M في M. طب انت تعرف تحطيلي تعريف لسابة الجزء العام هنا? اه. لما تعرف اي كمية فيزيائية. يا قانون اقرى البسط. نعمل يا مستر? اقرى البسط. اقرى البسط كويس. بس مش كله. طب افرد انا عندي هنا قوة مسافة. اقرأ اصل القانون في البسط. ثم حول مفردات القانون كلها للوحدة. بمعنى انا هنا لو بصيت. اجي بتساوي ال F في ال R تربيع على M في M. انا لو حبيت احط تعريف هقول هي قوة جزب متبادلة بين جسمين. ده من قانون نياتل. المسافة بين مركزيهما واحد متر. وكتلة كل منهما واحد كيلو جرام. تاني 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 تاني. انا هنا لو حبيت احط تعريف من القانون ده هقول هو قوة جزب متبادلة بين جسمين. المسافة بين مركزيهما واحد متر. وكتلة كل منهما واحد كيلو جرام. طب. وحدة قياس ثابت الجذب العام. او ما هو التكريب يعلم الشطار. اللي هي ايه? في متر تربية على كيلو جرام تربية. اهو. اف. ار متر. ار تربيع تبقى متر تربيع. ام ام كيلو جرام في كيلو جرام تبقى كيلو جرام تربيع. ده سهل اوي. اللي هي لسه انا ايه? لك شوف من شوية كده? كيلو جرام واستساليب واحد متر تكعيب ثانية والساليب اتنين. او متر تكعيب على الكيلو جرام في الثانية والساليب اتنين في المقام. طيب. مقدار سابت الجذب العام? ستة سبعة ستين مية فعشة والساليب حداشر. كما هنحفظها مستر? والله بص. احفظها عشان لو اضطريت ليها قد يكون في مسألة هو مش من دهالك. اعرفوا ازاي بقى? يلا انا لسه كتب لك تعريف من شوية. قوة تجذب بين جسمين. قوة الجذب متبادلة بين جسمين. كتلة كل منهما واحد كيلو جرام. والمسافة بين مركزيهما واحد متر. تاني. قوة جذب بين جسمين. المسافة بين مركزيهما واحد متر. وكتلة كل منهما واحد كيلو جرام. لا مستر انت كاتب كتلة كل منهما واحد كيلو جرام والمسافة بين مركزيهما واحد متر. عب يا راجل انت فقولها سنين. عب يا محترم. احنا بنتعلم مع رجالة كبار مش اطفال. يبقى. رجالة المحترمين. نقول تاني. يلا. الجي اللي هو سابة الجاس بالعين. عشان تحسب الجي. لو طلب من القانون لحساب الجي او يعين الجي من العلاق. طبق اف في الار تربيع على الام في الام. طيب واحدة القياسه. نيوتن في المتر تربيع على الكيلو جرام تربيع. انا اديت لك الوحدة البديلة. اللي هي كيلو جرام والسالب واحد في المتر تكعيب في الثانية والسالب اتنين. قيمة سابة الجاس بالعين ستة سبعة وستعمية في عشر والسالب حداشر. هتيجي تقول لي طيب انت لسه بتقول لنا مسا الوحدة البديلة ليه. مش ممكن تقولها بالجول? بص حبيبي. ما عنديش مشكلة ان انا هقولك انها جول في المتر على الكيلو جرام تربيع. ولكن الجول احنا بشرر خمسة ومش هتتسائل في اللي لسه مخطوش. طيب نكمل مع ولادنا. ادي تفاح اتنياتين. هم هالناس بقى بيقول لي انت جبت الكلام ده منين? دي مش تفاحة دي فراولاية دي مصر. كل واحد منهم بيؤثر على التانية. خد بلك بقى هنا. الارض بتشد التفاحية تمام? لو التفاحة بتشد الارض. ايه ده انت الكلام ده. ما هو احنا بنحس بقوة تأسيق ب بأسر القوة في الاجسام الاصغر مش في الاجسام الاكبر. افتكر وانا وانا في سنة وانا ادي حضرتك كده. احد اسد زيتي. اه في الرياضيات في اميكانيكا تحديدا. طلب مني اني احسب المسافة التي تتحركها الارض في اتجاه سباح بدلالة قانون الجذب العام. ان انا اجيب القوة وبعدين وانا بجيب القوة وعندي كتلة الارض. اقدر اجيب عجلة حركة الارض ومن العجلة اللي هي الايه بتسوي الافة على ام. ومن الايه. هعتبر ان الارض تتحرك من السكون. و بعجلة مقدرها كزا. واحسب بالاول زمن وصول السباح الى الارض. ودي نفس الزمن اللي بتتحركه الارض. وبالتالي ايه. طبعا دي متاهة. طبعا كان كان سؤال يا زر او تحدي. ولكن حضرتك ما تجيش تقول لي. لا هي الارض اللي بتشد الاجسام والاجسام ما تشدش ارض. لا. قوة الجذب بيكون متبادلة بين الاجسام. ولكنها تظهر بوضوح في الاجسام الاصغر. ايه را كده معي? احنا بلوية التفاحة والارض يؤثر كل من هما بقوة سحب بمتساوية. يبقى التفاحة ليه بتسقط على الارض? كتلة تفاحة كتلة تفاحة هي الصغيرة. بالنسبة لكوة الارض ولذلك تتأثر اكتر الاجسام الاصغر ولا تتأثر الاجسام ايه? الاكبر. يبقى تاني يا شباب. اي جسمية ما دي بينهما قوة تجازب? قوة تجازب دي? اي جسمية ما دي بينهما قوة تجازب. قوة تجازب دي بتؤثر اكتر على ها? بتؤثر اكتر على الاجسام الخفيفة ولا تؤثر على الاجسام? تظهر هي بتؤثر على الاتنين. اسف بيظهر بوضوح تأثيرها على الاجسام الاقل في الكتلة ويقل ظهور تأثيرها على الاجسام الاكبر في الكتلة. نكمل بقى مع أولادي ملاحظاتنا الصغيرة كده. يبقى لا تظهر قوة تجاذب مادية بوضوح الا بين الاجسام ذات الكتلة الكبيرة. احنا لسه بنقول ان الاجسام الصغيرة. اساسا هي اللي بيظهر عليها القوة من الاجسام الاكبر. ولكن اذا كانت الاجسام كلها صغيرة مش هنلاحظ قوة تجاذب. يعني حضرتك واخوك اللي جنبك في البيت بينك وقوة تجاذب. انت والكرسي اللي انت قاد عليه لا مش تقولي السير بتاعك لان انا عارف انه ماكو قوة تجاذب وعيش خاصي يعني. لكن انت والكرسي اللي قاد عليه وبلاش الموبايل برضو. انت ومكانك الديسك بتاعك في الفسط بينكو قوة تجاذب. انا عارف ان انت متنافر معين. يبقى هنا يا شباب. اي جسمين في الدنيا بينهم قوة تجاذب. ولكن ليه ما بتظهرش. في الاجسام الصغيرة. بين الاجسام الصغيرة هي بتظهر بين جسم صغير وكبير. ولكن ليه ما بتظهرش بين الاجسام الصغيرة. باختصار حضرتك كتلتك صغيرة ولا كتلت صغيرة. لو قاعدين قصد بعض دلوقتي قوة تجاذب. تجاذب تتنسب طرديا ما حصل ضرب الكتلتين. احنا كتل صغيرة. حتيجي تقول لي لا. ده انا ما شاء الله. بقيت سبعين كيلو. بقيت تم. يا راجل. ده ثابت الجاذب العام ستة سبعة ستين مية في عشر سترب حداشر. شو اخد بالك? يبقى هنا. كلما زادت المسافة. بتقل قوة تجاذب لان التناسب عكسي. تمام. وكلما زادت الكتلة تزداد قوة تجاذب. تاني شباب. المسافة عكسي. كتلة طردي. مسافة عكسي. مسافة بين المركز. ومش عكسي بس عكسي بين المربع مع مربع المسافة. يبقى احنا كده مع بعض عرفنا قانون الجاذب العام بالكامل يا شباب. يبقى نعيده كده تاني بسرعة. كل جسمين مديين تجد بينها وقوة تجاذب. فتنصل طرديا ما حصل ضرب كتلتين الجسمين وعكسيه مع مربع المسافة بين مركزيهم يعني. هو التجاذب تقل بزيادة المسافة وتزداد بزيادة الكتلة. مفهوم? ننقل بقى. ازاي نحسب عجلة الجاذبية الارضية? ايه ده? عجلة الجاذبية الارضية? ايه علاقة الكلام ده? ياه. الاف بتساوي الام في الاي. تمام? والاي القصة بالجاذبية الارضية هي عجلة الجاذبية الارضية اللي هي الجي. تمام يا مصر? والجي دي بتنتج من الاف اللي هي قوة جاذب الارض. اللي هي في الاصل الجي في الام في الام على الارض تربيع اللي هي في الاصل. نتجة من قانون الجاذب العيني. ايه الاخوة دي بقى? لا مش لغبطها ولا حاجة. الموضوع بسيط قوي. عجلة الجاذبية الارضية. هي عجلة يتحرك بها الجسم ابتجاه الارض. بتنتج من قوة جاذب الارض. وقوة الجاذب هي قوة الوزن وهي نفسها قوة الجاذب المتمدلة بين الجسم والارض اللي هي جاية من قانون الجاذب العيني. طيب ايه ازاي بقى? بص حبيبي. هنا ايه يعني انا جبتلك الاستنتاج الخاص بالكتاب ولكن. هنشرحها مع بعض كده جانبيا زيادة عن الاستنتاج ده. هنا بقول لي ازا فرضنا وجود كتلة مقدرة واحد كيلو جرام عند السلطة الارض. فان قوة التجاذب بينها وبين الارض تتعين. من قانون الجاذب العين. ايه ده? مين اقول? مين دولا مستر? كتلة الجسم. حضرتك موجود فين? انا موجود على سطح الارض. اولا مستر احنا قلنا ان كتلة الجسم ام وكتلة الارض امي كابيتل. حلوى. وفترض جابها لك في السؤال بقى ام وامي ارز. مستر ده هم بيكتبوا اه نسو قطر الارض ار كابيتل. براو عليك. قلت لك تاني ما تقفلش الرموز. ليه? لان انا عايزك تتعود على كل الاشكال. نرجع بقى تاني. قلنا تاني شكرا. عجلة الجاذبية الارضية تنتج من قوة جذب الارض. قوة جذب الارض اللي هي الوزن. اللي هي الام في جين. وفي نفس الحكاية قوة جذب الارض اللي هي قوة الجذب المتبادلة بين الجسم ويه الارض. اللي هي الاف اللي هي بتساوي. ام ام ارز على الار تربيع. وانت هنا على سطح الارض. اذا. باخد نصف قطر الارض. يا معادلة. قوة الجذب. لسه بي نقول انها بتساوي الوزن. اللي هي الاف في جي. اللي هي الويت. اللي هي الام في الجي. بس كتلة الجسم في عاجات الجاذبية الارضية. طب ايه رأيك لو سوينا اتنين دول ببعض. هو بمزاجنا كده? لا مش بمزاجنا لان هي اساسا قوة دول متساوياتين. لان حضرتك بينك وبين الارض قوة جذب متبادلة. ولكن انت اللي بتشد الارض ولا الارض اللي بتشدك? احنا لسه بنقول لسه عملا عد في اللي ذات. اقول لك هي بتظهر قوة الجذب المتبادلة في الاجسام الخفيفة. اللي تجذبها اجسام ثقيلة. طيب. يبقى قوة الجذب لقانون اه نيوتن. الف هنا بتساوي الجي في الام اما على الارض تربيع والوزن اللي هي الام في ال جي. يبقى انا لو سويت لي اتنين. ام في ال جي بتساوي ال جي في الام على الارض تربيع. ايه اللي هيحصل? كتلة الجسم وراح يتمع بعضها في ظل ال جي بتساوي ام ايرس في ال جي على ار تربيع او جي اللي هو ثابت الجذب العام في ام ايرس على الار تربيع. يبقى اذا اقدر احدد عاجلة الجذب الارضية? اقدر احسابها? اه طبعا. بدلالة ثابت الجذب العام. وبدلالة كتلة الارض. وبدلالة نصف قتل الارض. هو انت عارفهم يا مستر? اه. عارفهم? طيب هم كام? لا مش ايه لك. نعم? مش عايزك تحفظ. قيم السوابت. هيديها لك في المسألة اللي اطلبها. تاني يا شباب. قيم السوابت هيديها لي في المسألة لو هو عايزها. لكن انا بالقانون ده اقدر احسب عاجلة الجاذبية الارضية عند سطح الارض. اللي هي جي في الام هتلاقي في كتابنا مكتوبة جي. ام كابتل على الار كابتل تربيع. ام كابتل اللي هي كتلة الارض. ار كابتل تربيع اللي هي نصف مربع نصف قطر الارض. ولكن. كلما ارتفعنا الى اعلى بتقل عاجلة الجاذبية الارضية. وبالتالي يقل وزن الجسم. احنا كنا اغدينها لكده وكنا متفقين على الكلام ده وكنا متفقين عليه قوي. كنا بنقول كلما او يتغير وزن الجسم من مكانه الى اخر على سطح الارض بسبب تغير نصف قطر الارض. طب انت هنا بتقول كلما ارتفعنا الى اعلى بيقل وزن الجسم. تمام. طب سبب نقص الوزن ده ايه? سبب نقص وزن الجسم هو اختلاف نصف القطر. اللي هي زيادة نصف القطر. لما يزداد نصف القطر والتنسب هنا عكسي يبقى يقل الوزن. ليه? لان بيقل عاجلة الجزبية الارضية. ويقل قوة الجزب المتبدلة بين الجسم والارض. لان عاجلة الجزبية الارضية تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين الجسم ومركز الارض. او مركز الجسم ومركز الارض. ويقوة الجزب المتبدلة بين الجسم والارض تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين مركز الجسم ومركز الارض. اذا الوزن يتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين مركز الجسم ومركز الارض. كله بيتناسب عكسين مع الارتربية. ايه العامل بقى اللي بتوقف عليها عاجلة الجاذبية الارضية? اسف من اللون. واضحا. الظل ما ما كملش مش مش عارفة السابق. العامل اللي بتوقف عليها عاجلة الجاذبية الارضية لأي كوكب? هي كتلة الكوكب. طبعا بتختلف عاجلة الجاذبية الارضية من مكان الاخر? حسب الارتفاع? حسب الكوكب نفسه? لان كتلة الكوكب هنا علاقة ارضية. والتانية اللي هي مربع نصف قطر الكوكب. اللي هي علاقة ايه عكسية. يبقى ارجع مع ولادي المحترمين كده. ايه العامل بتوقف عليها? عاجلة الجاذبية الارضية لأي كوكب? قلنا كتلة الكوكب الكوكب. ومربع نصف القطر. عندنا مشكلة. الجي بتساوي. ايوة. جي في الامة على ار تربيع. جي سمال اللي هي عاجلة الجاذبية الارضية. جي التانية اللي هي جي كابيتا اللي هي ثابت الجاذب العامل. طيب. اللي قدامنا ده يا مستر. جسمين كتلة. ام موجودة بالقرب من سطح الارض والتانية ام ونصف قطرها ار اي. ده الارض. فان قوة جاذب الارض للجسم. ايه ده? انا بعدها لك تانية يا راجل بس بلغة تانية. عندك جسم كتلته ام على سطح الارض اللي كتلتها ام. ما احنا هنا انا قلتلك انا كل الاحتمالات مش هسيب احتمال. حتى في الرموز حتى في القوانين. ونصف قطر الارض ار فان قوة جاذب الارض بتساوي ايه? ايوة الجي في الامة ام على الار تربيع. ده الاف اللي هو الوزن اللي هي مين تاني? هم? هي دي بقى الاف اللي هي الوزن اللي هي تكسب الجسم عالية الجاذبية ارضية. اللي هي بنجيبها من انهي قانون. اف بتساوي الامة في الجي. وبالتالي لما سوينا القانونين ببعض. طلع لي. اه اقدر اجيبي الجي اللي هي بتساوي. ايوة الجي في الامة على ار تربيع. حلوة كده? نعيدها تاني? نقول تاني? نقول كمان? نقدر نحسر عالية الجاذبية الارضية في اي مكان? نقدر طبعا نوصل. يلا. ايه بقى شدة مجال الجاذبية? بص يا راجل المحترم. احنا لسه كنا بنقول عاجة الجاذبية الارضية وحسبناها اكتر من مرة وعلى سطح الارض ودلالة الارض. طب انا طلعت الفوق ما انت لسه عارف ان انا كلما ارتفعنا ايه لها عليك? تقلي الجاذبية الارضية. وبالتالي تقلي ليه? قال لي بسبب زيادة زيادة المسافة بين مركز الجسم ومركز الارض او بين الجسم ومركز الارض. ازا ما احنا متفقين ان التناسب هنا تناسب عكسي مع مربع المسافة. هنا بقى شدة مجال الجاذبية باختصار الجسم هنا يرتفع على الارض مسافة ايش. وبالتالي يكون بعده عن مركز الارض. والله بقى تسميها دي. تسميها ار. انا قلتلك انا هتعمد ان انا غيرلك شوية كده في شكل الرموز. ازا فيه مسافة بين مركز الجسم ومركز الارض زادت بمقدار اتش. ازا انا عندي الجي اللي هي الجي في الام مع الار تربيع اللي هي الجي في الام على الدي تربيع. من الدي اللي هي ها? الدي اللي هي الار ارس زي الاتش. اللي هي نصف قط الارض زيادة ارتفاع الجسم عن سطح الارض. ولسه بنقول انه يبقى التناسب هنا عدسي مع مربع المسافة. ازا كلما ارتفاع الجسم عن سطح الارض كلما قلت عجالة الجاذبية الارضية. وكلما ارتفاع الجسم عن سطح الارض كلما قلت قوة الجذب. ما هالف بتساويش جي في الام ام مع الارض اربيع. ازا في الحالتين دول كلما ارتفع الجسم عن سطح الارض. يا يقل الوزن. فتقل عجالة الجاذبية الارضية عشان كده اطلقنا عليها سابت او شدة مجال الجاذبية لاحظ كده ان عجالة الجاذبية الارضية تتناسب عكسيا مع بعد الجسم عن مركز الارض وتاني قلت لك سميها دي سميها انت حار ان الجي تتناسب عكسيا مع ارتفاع الجسم عن سطح الارض ومش مع الارتفاع بس مع مربع الارتفاع. تمام يا شباب? طعم? يبقى لاحظ كده معي؟ عشان لو انا عندي كوكبين بقى. وعايز اقارن بين عجالة الجاذبية عجالة الجاذبية الارضية قلنا بتتناسب مع ترضيا مع كتلة الكوكب. وعكسيا مع مربع نصف قطر الكوكب وبالتالي. لو عندي كوكبين. ترضي مع الكتلة يبقى ام واحد. عكسي مع مربع نصف قطر بار اثنين. وبالتالي انا لو بقارن بين كوكبين. هتبقى جي واحد عجالة الجاذبية الارضية الاول على على عجالة الجاذبية الارضية التاني. بتساوي ار اثنين تربيع على ار واحد تربيع. كلا نسأل يا شاب. عارف. الموضوع انا كررته معك كتير على فكرة كان ممكن يختصر في ربع ساعة او تلت ساعة. ولكن. ما حبش حاجة تعدي منك. ان شاء الله. وعد كده يبقى. طبعا ان شاء الله مش الاسبوع اللي جايه ولكن قبل امتحان. انا خلاص الامتحان يا شاب. ده اه فين ستة عشرين ده بعد بكرة ايه. قبل امتحان ان شاء الله. هيكون عند حضرتك. هعمل لك انا ملخص بسيط جدا للقوانين. في داخل حصة. وان شاء الله قبل امتحان هعمل لك كمان لقص لبعض العلاقات البيانية والميول بتاعتها. وهنحل عدد كبير ان شاء الله برضو من اسئلة بنك المعرفة. احنا خلاص منهجنا بينتهي. اه الخاص بالشهر. ما اجل لك بس الاقمار الصناعية ان شاء الله للحصة اللي جاية. اه يعني كتنشيط بس كده وبعد كده ان شاء الله تبقى باقي الحصة السهلة. هنا تعالي نشوف المثال ده احسب كتلة الارض اذا علمت ان الجيه ايه ده انت عايزة مصر. الهزار ده بقى احسب كتلة ايه? هنوزن الارض دي فين? اه مريش دعوة ايه نشوف خلتك الحاجة بتاعت الفاكهة واوزن عندها الارض. شيل الارض كده وحطها على الميزان لو سمحت. احنا عايزين نحسب كتلة الارض. ده هزار كده. هو ممكن نحسب كتلة الارض? اه طبعا. هو انت كل كتلة في الدنيا هتحسبها. لازم تستخدم لها ميزان? لا. قوانين الفيزياء نفسها ميزان يا حبيبي. ازاي الكلام ده? الرأي اللي هنا بيقول لك يحسب كتلة الارض اذا علمت ان الجيه ومديك نصف قطو الارض ومديك عجلة الجاذبية الارضية. عادة رح سيبها? اه والله. مش احنا بنقول ان الجيه اللي هي عجلة الجاذبية الارضية بتسوي الجيه في الام على الار ارس تربيه? ايوة? يبقى مين اللي لسه ناس? لسه الامة بس. طب ما تيجي نشوف كده الحل? ايوة? الجيه بتسوي الجيه في الامة على الارس تربيه. تمام. ايوة? تاني تاني تاني. يبقى الامة بتسوي ايه? ها? بتسوي ايه? يلا هتتاني. اما بتسوي الجيه في الار ارس تربيه على الجي. اعمل اضربت طرفين في وسطين او اضربت في. لسه بقول لك اضرب في المرهوب يا راجل. اضرب في المعكوس والضاربي يا راجل. اضرب في الار ارس تربيه على الجيه. تمام. عوض بقى كده. بقت عملية تعويض. الام بتسوي تسعة وتمانية من عشرة اهي تسعة وتمانية من عشرة في سبعة سبعة وستين يعني سيفه يعني غلط طبعة بسطة كده اه ده ايه ده لا الارس اللي هي ستة سبعة تراتين مية فعشرة ستة صح? التربيع على الجي تربيع وبالتالي تقطعت كدة الارض خمسة ستة تسعين مية فعشرة سربعة عشرين كيلو جرام ميستر انا شفتها في كتاب وشفتها في مسألة خمسة تمانية وتسعين مية قيم تقريبية يا اخوانا قيم تقريبية يا اخوانا عشان كده بقولك بلاش نحفظ ثوابت وركز مع المسألة طيب مثال تاني يلا احسب نسبة الجاذبية على سطح القمر الى الجاذبية على سطح الارض ايه ده لا بس انا حفظنا مصر حفظ ايه انا حفظ الجاذبية على سطح الارض من اللي هي لكلام ده احنا حفظين كده انا ميلي انا اللي جاذبية على سطح الارض وهنا الراجل مديني كتلة الارض ونصف قطرها ومديني كتلة الامر ونصف قطره مستر نصف قطر ده غير اللي كان في المسألة اللي فاتت ده هنا ستة في عشرة ستة في عشرة ستة متر هناك كانت ستة سبعة وتلاتين من مية وهتلاقي في مسائل تانية مكتوب لك ستة سبعة وتمانين ومكتوب ومسائل تانية مكتوبة ستة ستة وتلاتين في عشرة ستة يا محترم يتغير نصف قطر الارض بمكان الى اخر على سطح الارض طب الكتلة كتلة الارض تقريبية يعني هناك كان جايبها خمسة ستة وتسعين من مية هنا حطتها ستة في عشرة ستة سبعة عشرين عرفت ايه انا بعمل اكد على حضرتك ما تحفظ ليش سوابت كمل بقى انا عندي كتلة الارض وعندي نصف قطرها عندي كتلة الامر وعندي نصف قطره نقدر نحل اه طبعا عندي اكيد ايوة الجي واحد على الجي اتنين بتساوي ان واحد في الار واحد اتنين تربيع لان الام والار ايوة الجيب تتنسب ترضية مع الام وعكسي مع مربع نصف القطر يلا اذا عوض معايا ها يبقى الجي واحد على الجي اتنين هتساوي ام واحد اللي هي كتلة مين كتلة الامر وهو طلب الناس بين عجلة الجاذبية الارضية على سطح القمر الى عجلة الجاذبية الارضية على سطح الارض يوا هو بدء بالامر يبقى دي كتلة الامر على او في مربع نصف قطر الارض على كتلة الارض في مربع نصف قطر القمر تمام كده تطلع كم يبقى الجي واحد على الجي اتنين هتساوي واحد الى ستة ستة تمامية يعني تقريبا السودز ده بالارقام دي كمان تدي السبع انا نشرب الاقمار الصناعية احنا النهاردة مش هنشرحها على قد ما هناخد عنها فكرة بس سويرة عشان ما نجيش الحصة جاهة ان شاء الله نقافيها ايه هو الامر الصناعي باختصار الامر الصناعي هو جسم فضائي يدور حول جسم اكبر منه اتنين جسم فضائي يدور حول جسم اكبر منه لا احنا عارفين الامر الصناعي اللي هو الامر اللي بيدور حولي الارض والله صح بس يا حبيبي الاقمار الصناعية اللي بتدور حول الارض هو عندنا عندنا اقمار صناعية بتدور حول المريخ واقمار صناعية بتدور حول القمر واقمار صناعية بتدور حول المشترة لا هو جسم فضائي يدور حول جسم أكبر منه. بيطلقوا الإنسان في الفضاء بوسطة صاريخ بسرعة هائلة للتغلب على الجاذبية الأرضية. تاني جسم الفضاء يدور حول جسم أكبر منه. بيطلقوا الإنسان إلى الفضاء بسرعة هائلة للتغلب على الجاذبية الأرضية. طيب فكرة عمل الأمر الصناعي ببساطة. ازاي الأمر الصناعي بيفضل في مداره? كيف يبقى القمر الصناعي في مداره? بص كلا. انا هنا لو اطلقت جسم بسرعة معينة تولد قوة الطرد. قوة الطرد دي ازا ما كانتش اكبر من قوة ازا كانت اكبر من قوة الجاذبية هيتحرك للخارج. ازا كانت اقل من قوة الجاذبية هيتحرك الى الداخل. ازا كانت ضعيفة جدا او منعادة ما هيتحرك في خط مستقيم نحو المركز. ازا كانت تسوي قوة الجاذب. اه كده يتحرك في مسار دائري مغلق. هو ده بالضبط. فكرة الأمر الصناعي. اللي هي بتتحرك الأمر الصناعية بسرعة عالية. بحيث ان منحرة سقوطها يتوافق مع تحده بسطح الأرض. تاني. يعني ايه? يعني الفكرة كلها ان هي بتتحرك بسرعة عالية. تولد قوة الطرد تسوي قوة جاذب. قوة الطرد دي احنا هنا بنسميها السرعة المدارية الأمر الصناعي. ازا انا لو حسبت السرعة اللي تولد قوة الطرد تسوي قوة الجاذب. في الحالة دي هيفضل الأمر الصناعي في مداره ثابت. وبالتالي بيعتمد مدار الأمر الصناعي في الاصل على. اولا. الأمر الصناعي عشان يدور حولي الارد. مطلوب انه هو يدور فوق خط الاستوام بشرة. او. بالشكل العكسي ان هو يمر فوق القبين. ليه? قال لي عشان تبقى الزوايا شبه او المدار الارضي شبه منحني اللي هو الانحناء الكاراوي الكامل بشكل سليم. طيب. ايه. اسف دي واضح انها جاء دخلت لنا منحصل بيت. طيب تعال تعال اكمل كده يبقى احنا هده. بنفس الشكله يا شباب. السرعة المدارية الاخبار الصناعية السرعة الافقية. اللي هي هنا. سرعة. ولدت انحناء سرعة V1 صغيرة وبالتالي القذيفة بتسخط على الأرض V2 أكبر شوية فبالتالي هتاخد مسافة أكبر لكن إذا ولدت سرعة من القذيفة أكبر بحيث أنها تقل المسافة بتاعة الأرض لغاية لما أرجع لمكاني اللي هي سرعة تولد قوة الطرد وتسوي قوة جذب وبالتالي يدور الجسم في مصار دائري ولي فكرة الأقمار الصناعية وإن شاء الله يشوف بس كده الأقمار الصناعية طبعا أنا عندي أمر ثابت وعندي أمر متحرك الأمر السابت اللي هو بيدور حوالين الأرض بسرعة تساوي السرعة المدارية للأرض اللي هي 14 ساعة دورة كاملة الأمر المتحرك اللي هو بيدور حول الأرض بسرعة أكبر من سرعة دوران الأرض حول محورها طبعا الشكل اللي أنا شايفه ده اللي هو الشكل أخضر ده هو الأقمار السابتة لانه بيدور حول الارض نفس السرعة اللي بتتحرك بها الارض حول محورها اما هنا فهي الاقمار المتحركة اللي مدارها او سرعتها بيكون اكبر من سرعة دوران الارض حول محورها او اقل في النهاية عشان يستقر الامر الصناعي وده ان شاء الله يا شباب لان الوقت يريد بينا شوية قلنا لازم دي ان شاء الله برضو هنقليها في بداية الحصة اللي جاية كشرح قلنا لازم يكون الامر الصناعي عند مساقط الاسواء لازم يكون يدور في نفس اتجاه دوران الارض الارتفاع 3600 كيلومتر ده ده الارتفاع المثالي لدوران الامر الصناعي حول الارض زمنه الدوري يساوي الزمن الدوري لدوران الارض حول محورها اللي هو اربعة عشرين ساعة عشان يبقى امر ثابت في محوره طبعا لا هنقول هنا ملخص سريع كده يا شباب لقوانين اللي فاتت اللي منها استنتجنا قوانين الاقمار اللي هنستنتج بعد كده ان شاء الله منها قوانين الاقمار الصناعية ده عشان بعض الاولادي طلبوا قالوا يا مستر احنا عايزين ملخص قوانين اللي اللي فات فده ملخص قوانين اللي فات وان شاء الله الحصة اللي جاية هجيب لك ملخص قوانين كامل لكل الشهرين لمنهج مارس ومنهج جابريل وما نعتمد عليه كمان من المنهج القديم ان شاء الله اشكوا بخير كل سلام طيبين رمضان كريم علينا كلنا شكرا للحصة معكم شكرا